منذ اللحظة الأولى كانت وما زالت أنظار الشعوب العربية نحو غزة ومحيطها تحلل كل لقطة في مشهد هجوم كتائب القسام على أنها نصرها العزيز في زمن لا يسمعون فيه غير الهزائم ففي مدن عربية عديدة خرجت التظاهرات والمسيرات لتجدد التأكيد على وقوفها مع غزة وأهلها ومساندتها بما أمكنها من فعل ومن لم يخرج فثم تقانون يمنعه من التظاهر لكنه قال موقفه بشكل أو بآخر رغم الجراحات المفتوحة في الجسد العربي ومحاولات فصل همومه وقضاياه أي قضى هجوم المقاومة من جديد تضامنا عربيا شعبيا واسعا في الواقع وفي المواقع تصدر وسم طوفان الأقصى منصات التواصل الاجتماعي نقلا لما يحدث وتعبيرا عن فخر متجدد بالمقاومة رغم قلة الوصول وديكتاتورية الخوارزميات هذا الموقف السائد لا يخلو من استثناءات غير جديرة بالإشارة إليها في ظل معركة فاصلة بين مقاوم اعتاد الموت ومحتل استقوا بدول تملك من القوة والنفوذ ما يجعلها تستبعد وجود قوة في العالم الثالث لها القدرة على كسر سرديتها لا تزال فلسطين قضية مركزية تقول الشعوب العربية وتؤكد على حق غزة في الدفاع عن نفسها وقد وضعها الاحتلال الإسرائيلي داخل مستطيلا يعلوه الركام وتتكاثف في سمائه طائرات العدوان وكثيرا ما ظن أنها لن تغادر هذا المستطيل لكنها تغادره هذه المرة من جديد وتذهل العالم ونفسها بأنها قادرة على مقاومة مختلفة الفعل والتأثير والتوقيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر